كيف أحوالكم أيها المسلمون أنا الإسلام أنا الذي خطم الله بكل الأديان أنا دين محمد صلى الله عليه وسلم أنا دين التسامع والعفو والأخوة أنا دين الأمن والسلام أنا الإسلام وهذه أركان الخمسة أنا شهادة أنا أول أركان الإسلام أنا مفتاح الجنة أنا كلمة الطويل ولا يعتبر المظلم مظلما إلا إذا أعمل بها وصدقها وأعمل بها أنا شهادة أن لا إله إلا الله فعن محمد رسول الله وهذا أخي أنا صلاة أنا صلاة فأنا أعظم أركان الإسلام من تركني ترك الدين كله ومن أقامني أقام الدين كله أنا عماد الدين أنا من فرني الله في السماء وفرض باقي الأركان في الأرض أنا صلاة أنا صلاة وهذا أخي أما أنا فسائلس هذه الأركان أنا الذي يدخل الفرهة والسرور على الفقراء والمهتاجين أنا الذي أخرج من مال الميسورين دون أن ينقص من مالهم شيء بل يا زيد أظن أنكم عرفتمون من أنا أنا الزكاة أنا الزكاة وهذا أخي أنا أعيزا لشعن العظيم في هذا الدين أنا فإذن لكل مسلمين ومسلمة أنا الذي دعال له الله بفضله بابا في الجنة إذ موه باب غيان لا يدخله إلا الصاهمون أنا ثوم جمزان أنا ثوم جمزان وهذا أخي أنا حج بيت الله الهرام أنا الركن الخامس العظيم أنا فرض على كل من استطاع إليه سبيله أنا الذي يرجع الحاج بعد أدائه مغفور الزنوب والخطايا مغفور الزنوب والخطايا مغفور الزنوب والخطايا اللهم وفقنا للقيام بهذه الأركان أمين اللهم أمين هي الإسلام على قمز قمزة أركان في دين صوم وسلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلى الله وأن محمد رسول الله يقامت الصلاة إداء الزكاة وصوم رمضان وحاج البيت من استطاع إليه سبيلا شهادة أن لا إله إلى الله وأن محمد رسول الله لا أعبد في الكون إلا الله ورسولي للبشر يودع بني الإسلام على قمز قمزة أركان في دين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين وأقلم ربي قمزة أطهر بدني بسلاة بحذوي برجوحي بخشوي دوما ألقى بنيا الإسلام على قمز قمزة أركان في دين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين وأنمي مالي بزكاتي وأطهر برجوحي برجوحي قمزة أركان في دين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين ترجمة نانسي قنقر